السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلى الله وسلم وباركة على سيدنا محمد وعليه واصحاب الغر المايمين ازايكم يا سنقول عدد يعملين ايا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض الدرسين تلاتة واربعة في الوحدة الاخيرة الوحدة الستة تمام هنبدأ ان شاء الله براية الكلمات وعندنا جرامر سهل جدا جدا زي ما قلت لكم الجرامر بتاع الوحدة الستة سهلة اوي 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 كلمات والجرامر وكل حاجة فيها مشاه الله سهلة فتعالوا نبدأ نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول هنبدأ طبعا بالكيف كبيليري اول حاجة عندنا هنا كلمة المشروبات الغازية خلي بالكم منها عشان كلمة مهمة جدا واول مرة تعد عليكم اسمها ايه بقى بالانجليزي اسمها فيزي درينكس فيزي درينكس فيزي درينكس فيزي درينكس فيزي درينكس اسنان تيس 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 وقبة ميل 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 بصل اونينز اونينز شوكولاتة تشوكولات 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 طيب وقبة خفيفة يعني سناك سناك ودي اخذناها كتير سناك سناك وعقل الطبخ كوكينغ بوت كوكينغ بوت كوكينغ بوت وقت العشاء دينار طيب اللي هو اكلها في المغرب اسمها تاجين 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 المكارونا باستا 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 الخضروات فيشتابالز 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 تمام طيب نيجي بقى الحل البوكيز بيقول نشرب عصير فكرة ده صح اكتر من احنا نشرب ايه يبقى كوكيز الفيزي درينكز مشروبات اللي زيه كوشري انكلود سرايز ان الكوشري فيه رزو ايه يبقى تبخستا للا المكارونا براكم اتنين وي هاف ثري نوات اديه بريكفست لانشان دينر يبقى ميوز الواجبات كلمات الدرس التالبع عندنا كلمة المقال اسمه ارتكو 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 ادهني يعني فات 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 الوازن اسمه ويت 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 الرسم التوضيحي داية جرام داية جرام اسمه ابواذا يعني قوز 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 المقدمة انترو دكشن انترو دكشن يبقى المقدمة انترو دكشن انترو دكشن النوع type 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 المرض illness 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 الموقف يعني situation 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 بعد كده يونت لسن فور الدرس الرابع عندنا كلمة تقليدي يعني traditional traditional بعد كده طبعا الكلمة دي انت مجمعك حفظ اللي هو تبقى اللحمة مع بطاطس مطهي على نر مطهي على نر هادية اسمه نياما نا ايريو نياما نا ايريو نياما نا ايريو تمام طبعا مش معنى حفظ بعد كده عندنا كلمة رائعة ومزلياني amazing 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 فطيرة الرأي شيفردس باي شيفردس باي ودي برضو لحمة بالخضر والبطاطس دي مشهورة اوي في انجلترا تمام طيب بعد كده بقى عندنا كل الكلمات اللي هناخدها اللي هي اكلات دي مش معنى حفظ يعني مثلا عندنا طبعا اسمك مشهور في زمبابوي اسمها كابينتا 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 اما بقى كلمة الطهي على نر هادية او طاجن لحمة مع الخضر اسمها stoo 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 طيب كلمة يجفف يعني dry 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 دي برضو معنى حفظ لغان ما دينة زمبابوي دي مش معنى حفظ فاسمها بالانجليزي زمبابوي 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 توابل يعني spices 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 طيب نيجي بقى للدفنيشنز التعريفات بصوا معي ركزوا بقى معي في الدفنيشن اول حاجة عندنا البين اللي هو الفول هو نوع من انواع الخضار بيكلنه اخضر وضيق وطويل وبيقول انت دايما بتاكله مطبوخ هو طعام مسكر هذا هو من خضر من خضر الكوكو بينز الكوكو بينز اللي هو حبوب الاهواء فاحنا ولمبلغة حبوب الاهواء يبقى كد شكولتة الفات الدهون ناتشرال اويل ان فوود اللي هو الزيت الطبيعي في الاكل يبقى ده فات تمام الفيسي درينك is a drink that has bubbles and a lot of sugar هو درينك مشروب في bubbles وفقعات وكمان في سكر كتير يبقى ده الفيسي درينك المشروبات الغازية fruit juice the liquid from a fruit that you can drink اللي هو السائل اللي بيكون في الفكهة اللي انت بتشربه يبقى ده على طول fruit juice salt a natural white ingredient that can come from the sea it makes food taste bitter هو مكون لونه ابيض وطبيعي وممكن يجبه من البحر وبيقول بيخلي الاكل افضل تمام يبقى ده salt بعد كده اللي سناك اللي هو اكبر خفيفة a small amount of food that you eat between meals هو كميات قليلة من الاكل الاول ما تلاقيها small amount of food كميات قليلة من الاكل لو بتاكلها بين الوجبات يبقى ده اللي سناك spices التوابل parts of a plant that you can put in food to give it a special taste هو جزء من النباتات احنا بنحطه في الاكل عشان يبقى ده طعم احلى يبقى ده اللي spices التوابل stew a meal made with meats and vegetables in one pot هو وجبة اللي هو طاجن اللحم بالخضار معمول من اللحم وكمان للخضار وبيتطبخ كلهم في حلة واحدة تمام يبقى ده اللي stew نيجى بقى الكلمة وعكسها ومعناها اول حاجة بقى في السنة اللي مولانتني بكلمة bad food هي هي harmful two والعكس هتكون good food بعد كده harmful هي هي caches والعكس هتكون careless hungry هي starving والعكس هتكون full type هو هو kind لكن ما نهوش عكس type healthy well unhealthy تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف suffixes والprefixes عندنا النس على طول بتكون اسمه زي l illness والانت يدي العكس زي unhealthy تمام؟ طيب نحل بقى على الكلام ده بيقول عكس كلمة healthy طبعا كلنا عارفينها unhealthy we add the suffix to form the adjective from the word the tradition احنا عندنا بنضيف الصفكس ايه للآم عشان نكون صفة من كلمة tradition يبقى هضف لها ايه اللي تبقى traditional there are many types of birds the word the type has the same meaning of the word بيقول انه طيور لها نوع مختلفة كلمة نوع هنا نفس معنى ايه يبقى kind تمام؟ طيب you should be careful the acronym of careful is عكس كلمة careful هتبقى careless يعني غر مهتم we use a prefix to get the object of healthy احنا عايزين نضيف بداية عشان ناخد العكس من كلمة healthy يبقى هناخد on to get the noun from the adjective L we use the suffix عشان بقى نجيب من الصفة الاسم يبقى هنضيف لها ناس the synonym of hungry is نفس معنى كلمة hungry هي هي starving تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف general notes كلمة everyone معناها الجميع بس يجي وراها اسمه مفرد بنعملها معاملة المفرد everyone everybody تمام؟ فبنقول everyone loves snacks they love eating the snacks between meals الناس كلها بتحب تأكل الوجبات الاية الخفيفة تمام؟ لكن هنا they قلنا هم هي جامعة بس لما يجي وراها كلمة everyone يجي وراها مفرد لما هنا عوضنا عنها بزي يجي وراها اسم جامعة بفعل جامعة خلاص؟ طيب يبقى كلمة everyone لازم يجي وراها مفرد a piece of pieces of زائد uncountable down بيقول لك كلمة a piece of يعني كتع من او pieces of كتع من يجي وراها اسم لا يوعد احنا اخذنا الاسم الاسم التي لا تعد في الدرس اللي فات بس قلنا ان الاسم التي لا تعد بنعملها معاملة المفرد يعني مثلا عندنا مثلا اللبن اللبن لا يوعد طب لما اقول يبقى كده تعد يبقى لما اجزة يبقى تعد فعندنا مثلا كلمة bird bread اللي هو الخبز اللي هو الخبز لا يوعد لما اقول لك a piece of يبقى احنا كده هنعرف نعدها زي مثلا I eat four pieces of fruit ايبقى دي انا باكل اربع قطع فكهة في اليوم اا الواحد يبقى هنا جزبتها فعرفت ان انا اعدها لكن لو قال لك bread and fruit مش هينفع بقى اين احنا نعد لان ده اسم لا يوعد طيب كلمة fruit الفروت هي الفكهة بس بيجي ورها اسمه مفرد لان هي اسم لاي وعني تمام ممكن تيجي اسم او فعل لو جات اسم اللي هو الطعام المطبوخ على نار هادية وممكن برضو تيجي الفعل اللي هو يطوع على نار هادية تمام طيب كلمة كاتش بتيجي بمعنى مختلفة كتير زي لو قلت كاتشو فش بيصيد السمك كاتش ابو بيمسك الكورة كاتش اسيف بيقبض على الحرامي كاتش اباس بيلحق الودو بيلحق الاطر تمام بس كده عندنا بقى تعبيرات فاروك الجر دي هنقرأه دلوقتي تعالوا بقى نقرأ الكلام ده عندنا آآ لسن على الدارس التالت هتلاقيه في صفحة آآ في كتاب المدرسة صفحة تسعة وخمسين تمام عندنا اللي هو المقدم تمام اللي بيقدم الحاجة دي زي مثلا المقدم البرامج وعندنا دكتور راندا فانا هبدأ اقرأ على طوله بعدين نترجم بيقول من المهم ان احنا ناكل حاجات كويسة لكن ما ينفعش ننسى ان احنا برضو نتكلم او آآ ما ننساش الحاجات اللي احنا بنشربها مش بس افكر في الاكل الكويس بس لا كمان المشروبات فبيقول دكتور راندا زاكي آآ هتكلمنا النهاردة عندها فبيقول لها ايه اللي المفروض نشربه فقالت له ايه طبعا هنا ملاحظ ان شود و شود و شود انت اللي هو يجب ولا يجب او ينبغي ولا ينبغي دول بيجوا وراهم الفعل في المصدر وهو ده الجرامور بتاعنا النهاردة سهل جدا بيتكلم على ايه بقى بيتكلم على المشروبات فبتقول له لازم نشرب مية كتير و دي طريقة كويسة عشان ما فيهاش لا فات ولا شجر ولا دهون ولا سكر طبعا المية ما فيهاش اي حاجة بقى يبقى لا سكر ولا فات فهي صحية جدا فبيقول لازم نشرب كتير منها و بيقول لها آآ هل في اي المشروبات بقى الباد فورس السيئة اللي انا فقلت له فيه بعض المشروبات فيها سكر تمام فيها سكر كتير فما ينفعش نشربها و دي مضر الجسمنا و كمان آآ لأسناننا فبيقول لها طيب ما ينفعش نشرب مشروبات فيها سكر كتير فقال لها بعض المشروبات الغازية ما بيجونش فيها سكر فدي جوا حلوة فقالت له لأ المشروبات الغازية كلها مضر لأسناننا حتى لو ما فيهاش ايه سكر فبيقول لها طيب احنا كده مش هنشرب المشروبات الغازية هل فيه اي مشروبات كويسة لسنانة فقلت له اوه اللبن مفيد لها سنانة ولازم نشرب كوباية منه كل يوم. تمام? طيب تحت بقى اه هنا بيقول ايه? هنقراها سريعا. الورد ده بيقول ايه? بيقول في انجلترا الناس بيبقى عندهم وقبة تقليدية كده اسمها فطيرة الروعي. تمام? اه بيكون فيها لحمك وقزر روحي. تمام? اه بيكون فيها لحمك وقزر روحي. وخضر. وبيكون فيها بطاطس على الوش. وبيقول انها جميلة. وهي الاكلة المفضلة عنده وكمان الايس كريم الشوكولاتة. تمام? طيب تعالوا بقى نشوف هنا ايه الوجبات الصحية الخفيفة اللي ممكن ناكلها. فبيقول ايه بيقول ان كل الناس بتحب الوجبات الصحية. بس فيه وجبات صحية وجبات خفيفة بتكون ايه? bad وحشة لنا. فايه بقى الافضل طريقة للوجبات الصحية الخفيفة? طيب نشوف الكريمس بس ان كيكس. يا طرى دول هلسي ولا هلسي? بيقول ما فيش مشكلة لو كانت مقرمشات وكيك احيانا. لكن ما تاكلش كتير منها. لان المقرمشات فيها فات ان سولت. خد لي بقى خط تحت الحتة دي. فات ان سولت. عشان بتجي في الاختارات كتير. بيكون فيها فات وصولت. طيب الكيكات والشوكولاتة والبسكوت والحاجات دي كلها فيها فات وشجر. تمام? لان المقرمشات حدقة. ففيها ملح وضهون. طيب الكيك والشوكولاتة والبسكوت فيها دهون وسكر. تمام? فبيقول ما ينفعش ناكل كتير من النوع ده من الاكل. عشان هو ضار لك اسمنا. طيب نيجي النوع تاني اللي هو الفانتاستك فروت. الفكهة الرائعة. فروت is a great snack. is very good for us and most people like the sweet taste. we should eat between two and four pieces. فروت ادي. بعد كده بيقول ان الفكهة ده واجبة خفيفة جميلة جدا وهي مفيدة لنا وكل الناس بتحبها لان طعمها مسكر. وبيقول لازم نتناول ما بين قطعتين لاربع قطع فكهة في اليوم. طيب beans and vegetables اللي هو الفول والخضار. beans and vegetables don't have much sugar or fat. they are very good for us. so we should eat a lot of them. snacks like hummus with carrots and pepper are delicious. بيقول ان الفول والخضار اه مفهمش سكر ولا دهون كتير وبيقول الكويسين مفيدين لنا. ولازم ناكل كتير منهم. والوجبات الصحية زي الحمص مع الجذر والفلفل لذيذة. طيب خلي بالك بقى. we should be careful even with healthy food. fruit juice has got a lot of sugar. so we shouldn't drink too much of it. olives meat and fish sometimes have a lot of salt. بيقول لك خلي بالك ان برضو ان حتى في الاكل الصحي كلمة event يعني حتى. بيقولك حتى في الاكل الصحي. اه خلي بالك. ليه بقى? لان في عصير الفكهة ده بيكون في سكر كتير وما ينفعش نشرب كتير منه. وكمان الزتون واللحم والسمك. برضو ممكن بيكون فيهم كمية منح كبيرة. فنخلي بالك. تمام? طيب. تعالوا بقى هنا بيقولك food in africa. الطعام في افريكيا. بيقول ايجبت has a lot of interesting food. but my favorite meal is kushiri. it's a delicious meal with rice pasta and tomatoes. it's very popular. many people like it. بيقول ان مصر فيها اكل كتير جميل. لكن مفضل بالنسبة لي هو الكشري. وبيقول ان هو وكبة لذيذة. فيها رز ومكرونة وطماطم. ومحبوبة جدا او مشهورة جدا في مصر والناس كتير بتحبها. طيب تعالوا نشوف. دي مرة بتقول كده. تعالوا بقواها نشوف في المغرب. I live in Morocco. the gene is a traditional meal from my country. it's a stew with meat vegetable fruit and spices. the taste is amazing. the name the gene comes from the cooking food for this food. حمزة. بيقول ايب ام. اه بيقول ان عايش في المغرب والتوجن اللي هو اللي انتو شايفين وده. ده شكله. بيقول عليه طاجين. تمام? دي اكلة آآ تقليدي جدا في بلدهم. وبيقول ان بيتبخوها على نار هادية بتكون مكونة من ايه بقى? لحم وخضر وفاكهة وتوابل. وكمان بيقول انه طعمها جميل. والاسم طاجين ده جاي من الاناء اللي بيطبخوا فيه. يعني ده اسمه احنا بنقول عليه هنا في مصر طاجن. تمام? هم يقولوا عليه طاجين. وما بيلغوش فيها هي حرف الجيم كده بيطلع ج. تمام? طيب. بعد كده بقى بيقول ايه. ان كينيا اه اه ميك نياما نايرو. اه اي ريو. اه اي ريو. اه اي ريو. بيقول ده عشا. وبتكون برضو حاجة مطبوخة على نور هادية. بتكون لحم وبطاطس. وبيكون طعمها جميل. وبتقول انا بحبك لها اه اكلها بعد المدرسة. لما اكون كعنا. اخر حاجة بقى كاب هنتا. is popular type of fish in zimbabwe. we catch the fish from the lake and dry it in the sun. كاب هنتا is very good for you. so you can eat it every day. we often cook it with tomatoes and onions it's green. والكتبة كده بنت اسمها Bradley. بتقول ان الكابنتا دي نوع من انواع السمك مشهور جدا في زمبابوي. وبتقول احنا بنصيد السمك من البحار وبنجففه في الشمس وبتكون كويسة. الاكلة دي الكابنتا دي بتكون كويسة جدا. وبتقول احنا بنأكلها كل يوم. ممكن نأكلها كل يوم. وكمام وممكن تتبخها مع الطماطم والبصل. وبتقول انها جميلة. تمام? طيب كده خلصنا الدرس الثلاث والرابع الكلمات والقرية واللسم بتوعه. تعالوا بقى نحل على الكلمات. اول حاجة بيقول this dish delicious I like it. الطبق ده طاعم ولزيز انا بحبه. يبقى taste this. بعد كده is a type of vegetable that has a strong smell. نوع من انواع الخضر وليه ريحة قوية. يبقى ال ايه? onion اللي هو البصل. طاجين is the name of a and a cooking pot in Morocco. بيقول ان الطاجين ده اسم ايه? وكمان الحلة اللي بيتبخوا فيها في المغرب. يبقى دي اسم meal الوجبة. تمام? طيب صفحة التانية. she went to the dentist to check her. هي رحت للدنتست اللي هو طبيب الاسناني. عشان تبحث ايه teeth الاسنان. رقم خمسة. beans are a hour and meal for breakfast in Egypt. الفول ده واجبة ايه في الفطر في مصر طبعا? واجبة traditional طقلي داية. كلنا بنفطر فول. طيب رقم ستة. give food a delicious taste. بتدي الاكل طعم طعم كويس. يبقى دي السبايسز التوابل. رقم سبعة. we should be careful even with نوعات foods. بيقول لازم نكون حاضرين. حتى في الاكل الايه? يبقى healthy. تمام? people dates to keep it for a long time. الناس بتعمل ايه للبلح عشان تخليه وقت طويل يبقى dry. بيجففه البلح. رقم تسعة كابنت is a of fish in the bad way. بيقول كابنت دي هي نوع من السمك. يبقى الصورة بل. ايه? ايه صحية? يبقى سناكس واجبات صحية ما بين الكل. طيب cold is familiar in winter. البرد دي حاجة ايه? معتدة في الشتاء. اللي هو illness. اللي هو مرض معتد في الشتاء. تمام? كلنا بيجينا برد عادي. our science teacher draw on the board to show the experiment. بيقول المدرس رسم ايه على الصبور عشان يبقى لنا التجربة يبقى diagram. تمام? رقم طلعتاشر is a sweet food that is made from cocoa beans. طبعا حبوب الكاكاو يبقى ده على طول الشوكليت. بعد كده رقم اربعتاشر is a natural white ingredient that can come from the sea. هو مكون ابيض طبيعي. ممكن نجيبه من البحر يبقى ده الصوت اللي هو الملح. طيب بعد كده بيقول healthy food is the best to be fit. افضل طريقة انك تكون لأ جبدانين انت بتاكل طعم صحي. يبقى the best way. رقم ستاشر you should after your teeth and don't eat much chocolate. لازم تهتم بسنانك ومتاكلش آآ شوكولاتة كتير. يبقى آآ look after. يعني look after تعتني بي. تمام? بتساوي كلمة الكير. خلاص كده يا سنة قولها. طيب تعالوا بعروف للجرامر بتاعتنا. الجرامر يا مس سهلة قوي قوي قوي. should or shouldn't. لما اجي ادي نصيحة بقول you should or you shouldn't. تمام? ينبغى عليك او ما ينفعش تم الحاجة دي. طيب. يبقى انا لما اجي ادي advice or نصيحة. يبقى هقول you should or shouldn't. لازم دايما قابلها بناخد you. لان انا بدي نصيحة للي قدامي. فبقول له انت. يبقى اقول you should or shouldn't. طيب should بيجي وراها المصدر shouldn't نفس الكلام المصدر. تعالوا نشوف مثال. بيقول you should eat a lot of fruit and vegetables. لازم تاكل طعام صح كتير. آآ تاكل الخضر وفاكهة كتير. طبعا هي انا مش لازم. معناها هي هنبغي ان يجب عليك. تمام? فانا بديك نصيحة هتعملها ما تعملها براحتك. تمام? طيب هنا بقى بيقول اي you shouldn't eat to many and cakes. ما ينفعش يتاكل حاجات آآ مقرمشات وكيك كتير. يبقى الحاجة الحلوة هقوله you should. الحاجة الوحشة اقوله you shouldn't. ولازم بعد should and shouldn't بنجيب الفعل في المصدر. طيب. لو سألني by should you miss على طوب بنجاوب you know. لان ده آآ بتاع ده آآ هل. تمام? فبقى بنعكسها الكلمتين ومعنوه بنحط الناط. طيب لو جات في سؤال آآ بنجيب what? آآ او اي حاجة فيها وبعدين should وبعدين الفعل وبعدين الفعل في المصدر برضو. يبقى احنا should او shouldn't معاك سؤال اجابة نافية مش عارفة ايه? لازم وراها مصدر. تمام? طيب في سؤال مهم قوي قوي احفظه. اللي هو what should I do? what should I do? بالعربي معناها ماذا علي ان افعل. ماذا علي ان افعل? ودي بنعملها امتى لطلب النصيحة? خلاص? عشان اطلب نصيحة فبقول what should I do? اعمل ايه? what should I do? يبقى برضو هنا اخدنا اداة الاستفاهم وشود والفعل وبعدين الفعل في المصدر. تمام? اكتبوها بقى عشان آآ لو جات مسلا في المحادسة بتيجي ازاي? بيقول لك على السؤال ده نقط ويحط علامة استفاهم وتحت بيقول لك يوشوت كزا. يبقى هو ادي له نصيحة. يبقى انت على طول النصيحة هتقول what should I do? اول ما تلاقي يكتب لك يوشوت تحت. تمام? يبقى على طول تكتب what should I do? هعمل ايه? فهو بقى يبدأ اديك نصيحة. تمام? بس. تعالوا بقى نحل الاختيارات على الجرامر ده. تتأخر على المدرسة. دي حاجة ما ينفعش. يبقى you shouldn't. وشايفين بي اهي مصدر. ما قلناش لعمل از والار والوز والوار. لأ. طيب تعالوا نشوف هنا. بيقولي you shouldn't. يبقى على طول مصدر. طيب ما اخترتوه المصدر يا مس. لأ. لازم مصدر من غير تو. يبقى you shouldn't drink much coffee. راكم تلاتة. the pen is very hot. you not touch it. بيقولي الطوصة سخنة. يبقى ينفع نلمسها. لأ. يبقى shouldn't. we drink a glass of milk every day. نشرب كوبية لبن. دي حاجة حلوة. يبقى you should. why not I be quiet in the library. ليه المفروض اكون هدي في المكتبة. يبقى هنقول why should. should I. ده سؤال. برضو عندك should. يبقى لازم مصدر. يبقى هنختار take. what should I. يبقى do. what should I do. عشان اجيب درجات عالية. طيب. when it's windy. لما بيكون نكون عاصف. you not go out. تطلع بره? لأ. يبقى ما ينفعش. يبقى you shouldn't. تعالوا بقى نشوف اللي تحت. ما كانت شوحمة دي بالحق احمد على طول لو should اللي غلط shouldn't shouldn't تبقى should. تمام? واللي بعديهم مصدر. طيب بيقولك you should have fizzy drinks. نشرب مشروبات غازية? لأ. فهنقول له shouldn't يا باشا. خلاص. طيب بعد كده you shouldn't eat ده انا عارف ان يشوت بيجي ورها مصدر. يبقى حوش. تبقى ايد. طيب you should do before sleeping. بيقولك لازم تنطب سينك قبل ما تنام. طيب من عندي هنا مصدر. طب المشكلة المشكلة في two. فاحنا هنكتب should بس. احنا قلنا should or shouldn't والمصدر من غير two. طيب why should I following? لا ده انا عندي should يبقى لازم على طول follow مصدر. طيب زي you should go out if you have a bad cold. تطلع بره لو انت عملك برد لأ. فهنقول له shouldn't. من اسهل اللي عندنا هو should و should انت بعدين مصدر على طول. you shouldn't look after your teeth. لأ. هقول له you should لازم تعتني بسنانك. طيب we should wear careful when you cross the road. او the cross the road. لازم نكون حذرين. طيب ما عندي وردي اصلها ايه? اصلها. تمام? يبقى ترجحها الاصلها اللي هي بي. بعد كده we should have drinks with a lot of sugar. نشرب حاجات كتير فيها سكر. مشروبات كتير فيها سكر كتير. لأ. يبقى نقول له we shouldn't. خلاص. بس كده. بعد كده بقى فيه امتحانة على الدرسين تاتة واربعة. وده هنحلو لما نخلص انشاء الرحمن. كده خلاص الفيديو بتاعنا. لو عايزين بقى حاجة سانة اقول اكتبلي في الكومنتات. واشوفكم على خير في فيديو جديد. وقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.